لو هنتكلم عن فريد شاو إيه فهو الحقيقة متعدد المواهب لأنه كاتب منتج ممثل قدم كل الأدوار اللي ممكن يعني فنان يعملها نتهالي لو كانت سأل السؤال الشهير للفنانين نفسك تعمل إيه فهو ما كانش يعده يعني لأنه قد كل الأدوار وقدها كلها ببراعة من بدايته حتى آخر دور هو قدمه والنس كانت بتصدقوا جدا حتى في الخناقات بتاعت الأفلام طائعا هو إيه سر فريد شاو إيه؟ سر فريد شاو إيه أنه كان مخلص للفن قوي واللي بيخلص للفن قوي بيوصل للجمهور فيقنعه فالجمهور يبقى حاسس أن أنا لو شفت ده في الحقيقة هلاقيه كده هلاقيه إنسان بيضرب على إيه إنسان بيكسر على إيه إنسان شرير ممكن لو قابلته في الواقع لإيه رفع حجبه وعمل كده وبالمناسبة هو في مرة كتب في الكواكب مقال بيقول أنا بخاف من خيالي بصي بقى الصورة المحفوظة عن فريد شاو إيه إن الرجل ليه شريل جدا نفس الصورة الزهنية اللي كانت على محمود المليجي برد بالضبط محمود المليجي كان عنده فوبيا من الدم يعني لو كان شاف منظر دم كان بيغم عليه فريد شاو إيه بيقول أنا الناس بتشوف إن أنا شرير وقاتل ومجرم وكل لكن أنا من جوايا أنا بخاف من خيالي فأقولولي يا أساس فريد بتخاف من خيالي قال لهم أنا في مرة وأنا صغير بابا جاب خروف عشان نتباحه في العيد طفضل تلعب معاه وخلاص بنامي نعمل لأنه صحاب وفي يوم لقيت بابا بيصحيني بيقولي يلا تعالي طب تعالي أنا روح فين فخده ومشي هو بالخروف وفجأة لقى جزاره بيطبح في الخروف فبيقوله أنت إزاي تطبح صاحبي فبيقول أنا من اليوم ده بقى عنده عقدة بقى بيخاف جدا وما بقاش بيأكل لحمة قال أنا قطعت اللحمة لحمته هو ولحمته ولد عمه ولد خانته كل أرايبه ماكلهاش اللي كانت كده كمان بالمناسبة نجم إبراهيم نجم إبراهيم مفيش حد ما بيخافش منها لكن نجم إبراهيم بتقول أنا برضه بخاف من خيال وبرضه بسبب وقع زي دي وبتقول أنا لما بشوفني في السينما بخاف يعني بتقول أنا ما بحبش أشوف أفلام لأنني بخاف يعني حتى بتخاف من نفسها حتى من دور الشر اللي هي بتلعب بالظبط لكن إحنا حافظين عنهم إيه أنه هم أشرار يبقى الناس دي أشرار في الواقع بس الفنان فريد شوقي قدم كوميديا وكان يعني مقنع جدا فيها قدم تراجيديا وكان مقنع جدا فيها كل الألوان يعني يقصد أنه أنه يتخذ عنه هذه الصورة الزهنية برضه دي كانت في مرحلة من المراحل في البدايات في مرحلة البدايات يعني فكرة أدوار الشر كانت في البدايات وعتحصر فيها مجبر وخلينا أقولك حاجة تانية من ضمن الحاجات اللي أثرت أو كونت فكرة الفنان الشامل هو هو طفل حظه الحلو أن بابا أصلا كان بيحب الفن وكان بيفكر أنه يحترف الفن لكن فكرة العيب والحرام وانت ممثل يبقى حرام وانت ممثل يبقى عيب والناس هتبص لنا إزاي غير مثلا أنور وجدي لما كنا بنكلم عنه بالضبط فخلينا بقى راجل موظف والفن يمارسه كمتلقي يروح يتفرج على المسرح فيشبع جزء من الرغبة فلما فريد اتولد ولقى فريد بيقلت كويس ولما ياخده معاه في مرة المسرح يسأل ويتعلق فقال خلاص اللي أنا ما قدرتش أقاوه هنا فكل خميس ياخد فريد ويطلع على المسرح من المسارح مرة رحاني مرة يوسف وهابي مرة فاطمة روشدي مرة الكسار فهو بيشوف تجارب مختلفة بيشوف الدراما ويشوف التراجدية وبيشوف الكوميديا وبيشوف الأعمال الاجتماعية مدارس مختلفة ويعمل ايه بقى يوم الخميس هو بياخد كل ده الكوكتيل يجمعه مع بعض كده ويكتب ديالوج بينه وبين واحدة كبطل وبطلة كان مشدود صحيح لأعمال يوسف وهابي تحديدا لكن كان يوم الخميس يشوف ايه المسرحية اللي علاقت معاه ويقوم عامل ديالوج ما بين واحد وواحدة وييجي تاني يوم الجمعة تحت عندهم قدام البيت فيه دكة كده فيوقف على الدكة يمثل دور البطل والبطلة وكان أول ممثل يدفع للجمهور عشان ينجوا يتفرجوا عليه بالضبط مش الجمهور اللي بيتفعلوا وهو بيلمهم بقى يعني يلمي ولاد الحتة ويجيب مصروفه يفوق الفلوس الماء دي كان متكلف يعني هو سيناريست من نشقته ومنتج من نشقته يقولوا يدفع للجمهور فيوقف ويمثل وهم طبعا موقفين مش فهمين أي حاجة فيقولون خلاص يا ابن الرواية خلص انت هو سقفه حد كان بيكلم فيه انه بيجيب على الخشبة دي ملاية السريب بتاعه لا ده لسه بقى في مرحلة احنا في البدايات دلوقتي منتج على القد لا فيش فلوس الفلوس أصلا بيصرفها على البنور غير مصبوطة لكن هو بالنسبة له هي الدكة دي هي العالم كله فمن كتر ما هو مقنع قوي الأب طبعا فرحان الأم على العكس يعني كان ده زمان العكس الأب هو الجديد وصارم والأم تقول له يا حبيبي اعمل لي انت عزب السلامة حاجة مذاكرتها فالأم تقول للأب لا انت هتخيبه بص الواب بيعمل لحد ما جيه في مرة ابن البشكاتب اللي في المنطقة قال له فريد ما تيجي تمثل عندنا نعمل احنا مصرحية عدية بقى مش عزمين حد قال له تمثله معا انت وقتك قال له نمثل فراح عشان يمثل عندهم في البيت فالبشكاتب جيه على غفلة فطلع يجري من هنا ل هنا وبتاع فراح لأبوه وقال له ابنك هيبوز ولادي فلازم تبعده فأمه طبعا لقيت فرصة بص اللي أنا بقولك عليه بص الناس بقى بتقول لها فقال له خلاص يا فريد تلتزم وتنضبط ومش عايز تمثيل في الشارع تاني حاضر هيمثل فين بقى في المدرسة فيروح يكون يعني مش منتج بقى لقى خلاص رجل كشف نجوم كمان فيروح يشوف مين انت بتحب تمثل فيقول له يا فريد دي أنا بروح مع بابا أتفرج على طب وانتي فكون الفريق فواحد منه قال له بقولك أنا بروح أتفرج على الأفلام أمريكاني وبيبقوا معهم أصدح أسلحة وبتاع فأنا بابا عنده مسدس فأنا إيه رأيك لما نيجي نعرض نعمل مشهد فيه مسدس ونطلع نجري وراء بعض ونعمز الأفلام الأمريكاني فريد قال له آه يلا نعمل الكلام آه بدأ الترسو هنا أول يوم يعرضوا فيه في الفسحة المسدس الوقت جايبه طبعا فجر أنه فاضي فالمسدس فيه رصاص فبيضرب فجات في واحد من العادين بتفرجه فمات يا خبرة ففريد جات له صدمة عصبية وكره التمثيل وقتها وطبعا الدكاترة قاله ده لازم أولا يبطل تمثيل ثانيا يتنقل من المدرسة لو تقدروا كمان تنقلوا من المكان اللي انتوا عايشين فيه انقلوا فاتنقلت الأسرة فريد احنا مش نعمل أي حاجة غير المذاكرة والالتزام والانتظام فهو بيحاول يقاوم مش قادر فبقى السبيل الوحيد قدامه انه يقف يمسل قدام المراية ويتقمى الشخصيات يوسف واهي بقى بقول لي الجران كان بتلاقلوا مين الواد المجنون اللي وقف يزع الجران كان بتفتح الشبابيك عشان تسمع فريد شاوء هو بيمسل فالأم يوم بعد يوم الجلسات بتاعت الستات زمان يعملوا يوم كده مخصص ويعودوا كلهم بقى يتكلموا كل حاجة بتحصل فجي فريد في مرة الستات قاعدين مع أمه برا هو وقف جوه بيمسل فقعدت يتلاقي إذا انتم فاتحين الراديو أنا فاكرة الأستاذ يوسف وها بيكان دواء قالت لا لا راديو يا دابني ربنا يفرج عليه خلقه حتى بعدين قالت دعوة حتى دعوة تحققت وبقى خلقه ويقفوا يتفرجوا عليه فقالت لا طم تجيبيه فبدأت الأم تحس إن لا الواد ممكن فتعال يا فريد فطبعا فريد بقى جمهور كبير فجي مسل فريد قدامهم فالناس قاعدوا إلا دا أنت عندك موهبة ربنا يا حمي ربنا فبدأت الأم تحس إن لا تقتنع آه يعني دا مش وحش يعني اللي بيعمله مش وحش بس لو اتقنن يعني احنا خلينا نحجمه ذاكر ومسل براحضة فكلام الأم شجعه إنه يرجع تاني يمسل في المنطقة الجديدة ويرجع يكتشف تاني مين في المنطقة ممكن لأنها كانت معترضة في الأول فتغيير وجهة نظارها الدال ودفع مع الأزمة النفسية اللي حصلت له فغيرت من معتقلاته أكيد